العرف السائد في العراق منذ العام 2003 يبدو أنه أكبر من قدرات عادل عبد المهدي أليس كذلك؟ بكل تأكيد هو في الحقيقة يشوف يعني إحنا يمكن المشكلة العراقية لا تقل في ناحية المشهد السياسي عن المشكلة اللبنانية نحن كنا لسه بننقشها وعندما جاء الاحتلال وبدت الانتخابات الأولى بعد الحكومة علاوي بدت المسألة هي محاصصة وأصبحت لبنانة القضية العراقية على النمط اللبنانية لكن هناك صلاحية رئيس الجمهورية في لبنان أكثر تتقاسم السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء نعود لعبد المهدي لكن للأسف الشديد لما ضاقت بنا الحيالو في العراق فجاء أبي عبد المهدي على أساس أنه تنطبق عليه شعار عدم الحزبية وعدم الانحياز إلى هذه الكتلة أو ذلك على أساس أنه خارج بعد ما استقال من المجلس الإسلامي على الذي يزعمه الحكيم الأول وله خلفية مدنية أكثر لكنه كان بعثيا وكان بعثيا واشتراكيا وكان يساري أيضا يعني النزعة وتقل في أمور كثيرة ودرس في فرنسا وغير نعم وهو رجل تخصص اقتصاد الحقيقة طيب إيه المشكلة وكان يعني مسالما وغير صدامي ويحظى باحترام الجميع نعم ولكن القضية في العراق سيد العزيز لا تحتاج مثل عبد المهدي أو غيره تحتاج القضية العراقية إلى مسألة حزن لماذا؟ لأنه هذه الوزارة الملل الشعب العراقي يعني في صدد إنقاذ العراق ووصله إلى بر الأمان إنما المشكلة المفروض يعني نحن تفاعلنا خيرا بانتخاب برهم صالح لأنهم نحتاجين إلى رئيس يتقاسم السلطة التنفيذية وليس بروتوكولي كما كانوا في السابق سواء طلباني أو الياور أو وبرهم صالح جاء بصلاحيات أخرى؟ برهم صالح قال سأجعل لرئاسة الجمهورية لها معنى وقال سوف أنا أكون فعلا حامل الدستور ولأكمل بخرقها وسينفذ ذلك لكن الدستور لا يعطي هذه الصلاحية لا يعطي لأن السلطة التنفيذ وفق الدستور تتقاسمها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة الدستور ينصى لك؟ نعم إنهم الاثنين يمثلون جناحي السلطة التنفيذية لكن يعني في العراق ليس على مصطرة واحدة كل المسائل وإنما ينتقون بعض المواد من الدستور والخلاف المركزي مع الإقليم في كردستان على هذه المشكلة إنه الدستور لا تنفذ مواده حسب الكيفية وخصوصا نور المالكي خرق كل هذه المشكلة أعود إلى عدل عبد المهدي أيضا المشكلة فين أمام عدل عبد المهدي؟ عدل عبد المهدي يا سيدي هو نعم سبق من استقال مرتين لكن هذه ليس مبرر وهذا هروب من المواجهة المسئولية إذن الآن لما أتي وأعتقد أنه لما اتفق العامري مع الصدر على اساس الحد لا أحد يعترض على عدل عبد المهدي في المواصفات هم في سباق مع الزمن يريدون أن يسقطوا استمرارية حزب الدعوة على مراحل ثلاثة تأتي الرابعة أيضا هذا يصبح مثل للمحاصصة يعني كما هي أمر واقع مفروض على العراق وعلى الشعب العراق فجاء بعبد المهدي وقيل أنه اشترط قالوا نعم الآن كل كل يقولون لا نريد محاصصة وهم رئيس الجمهورية كردي ورئيس البرلمان سني وكيف تكون محاصصة لم تكن ذهب اشتركوا في القناة